رئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للبنية التكنولوجية لرقمانة أجهزة الدولة وجهود رفع كفاءة الموارد البشرية والمشروعات المستهدفة من قبل مركز تطبيقات الزكاء الاصطناعي تفاصيل أكتر حنتبهها في التقرير اللي جاي اجتمع السيد رئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للبنية التكنولوجية لرقمانة أجهزة الدولة وجهود رفع كفاءة الموارد البشرية في هذا الصياق وكذلك المشروعات المستهدفة من قبل مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفي هذا الإطار وجه السيد رئيس بتطبيق أعلى المعايير العالمية باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وتحقيق التناغم بين كافة القطاعات الحكومية فيما يخص موضوع التحول الرقمي للدولة المصرية وقد استعرض السيد وزير الاتصالات مستجدات إنشاء مركز تطبيقات الذكاء الصناعي وهيكله التنظيمي والذي يهدف إلى إقامة عدة مشروعات في مجالات التخطيط العمرانية والصحة والزراعة والريء والتحليل الاقتصادي بالإضافة إلى عرض جهود تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المنخرطة في مشروع الرقمنة وذلك لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية كما عرض السيد رئيس الهيئة الهندسية الشقة الإنشائية الخاص بالبنية التكنولوجية الحديثة في إطار المشروع القومي للرقمنة ومركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي والإنشائي لبعض المشروعات القومية الكبرى خاصة العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء وقطاعات كالحي الحكومي وساحة الشعب والحضائق المركزية ومسجد مصر ومجمع التعليم الخاص وذلك بالإضافة إلى آخر مستجدات ومعدلات الإنجاز بالمشروع القومي لمد شبكة الطرق والمحاور والكبار على مستوى الجمهورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر